موسيقى خلينا مبلش مع حضرتك الهوية لو سمحت مراد صار صلماز عن جد انت من عائلة صار صلماز ايه غريبة لما بيجي لعننا حدا من العيال الكبيرة بيتعبل مخفر محامين برأيي مو نحن اللي بيحاجة هنني اللي بيحاجة محامين في شغلة مهم الشخص اللي واقف برا زاكر اسمي واسماء اللي بيهموني ومقلف علينا اخبار كاذبة وفيني اسبتلك العفو منك متل ما حضرتك بتعرف هاد اسمه تعدي على الحياة الخاصة طيب رح تحكو كل هالشي بس مو هلأ خلوني دخل معلوماتكم بالاول حضرتك شو بتقول لعائلة صار صلماز بالظاهر شوفير مراد بيك بس بالحقيقة انا صديقه من ايام زمان يعني رفيق الدرب اخو بالدم وجاهز للموت مشانو الشوفير بيكفي لا عفوا ما بيكفي كتب كل شي قلتلك يا شو رح تخسار لك اذا بتحب خبره عن هواياتكم المشتركة كمان وقت هالمزحة اذا خلصنا شغلنا حضرت الضابط فينا نمشي ايه طبعا بس بالاول المفروض توقعونا على الاقوال ومنكون خلصنا تعالوا معي لو شبحت يا انسي يا انسي استنى لو شبحت وقت حضرت الشرطي يحق على زياد مراد تلك ما دخلوا بشي سديني هذا الحقير هو السبب كل اللي صار معنا شو هالت تخبيص هاد شو عم يصير برا انت بلا شرف اهدي يا انسي حضرت الشرطي مراد تلك عجدنا له زم هو عمل هيك لانه بده يدافع عن شرف عائلته وعن شرفه موظفة بتشتغل بشركته مفهوم مفهوم يا ربك نحن بالمغفر وقالك انت فرمت فرم بثنانية حقير يا تافه لسه اذا كان عليك انت بحتك خلص يا شباب لا عاد تاكلوهم وصلوا محامين الدفاع وما عاد نحتاج اي شي لا انور بدي ااكلهم لانه ممكن نحن اللي رح ننام بالنظارة اليوم بسبب محامين الدفاع بتشوفوا يا متوحشين طلعوا جايبي لكون معنا هادول التقارير الطبية من المشفى لكن حبيبي انا بتعملو فيه هاي هادول المتوحشين ضربوه ما اتقالت عني حبيبي بيشرفي اي احلى لحظة بحياتي كله مالي عارفاني شنون مسكة عصابي جاي على بالي اتلك واشرب من دمك برقيه ما في الزوم لقيه تقرير بنوب النظر لوحده بكفي يا جماعة حبيبي انا هم تفهموني عاملين خرايط بوشه وقازينه بهالشكل مو قدرانه يطلع بوشه مرة ثانية بيتان تعرفي انو حكيك هاد عم يقلل من قيمتي فلا سي سكوت مش عمقلنا بقى هلا مو قت الكرعمة تبعاك حضرت الشرطة شايفة الزلمة هاد عارفونه جنفتين لا تستهو كلمة من اللي بيحكي لانو ببقى تكدلكون انو عم يكذب كذب علي وضحك علي كمان وكان عم يحاول يستغلني واحد ما عندو لا شرف ولا اخلاق انا يلي بديش تكي عليه شو فيها يعني ليش مكبرتيها للقصة اكلت كف منك ومش هي الحال ها؟ سمعتها شو قال بس اذا بتحبي منرجع منجرب مرة ثانية انتي مين؟ مساعدة مساعدة مراد صار سلمانس وانتي؟ انا؟ انا بكون حبيبتول الاستاذ اي واحد يعني؟ كرم هاداك الشاب الطويلي اللي شواربه واخدين نصو الشو بس انا هيف تحكي عني هيك بهالطريقة؟ قللي الصبايا قلهم علاقة مباشرة بالخلاف؟ لا سيدي طبعا ما قلنا علاقة ها؟ هلا افهمت معناها انتو التنتين يلا طلعوا لبرا وهدول فوقتولي اياه ولا جوا راح يكونوا بضيافتنا اليوم بل كي بيرجع عقلهم لراسهم يلا لجوا بيسان بيسان تبيلي ايه راسلي يلا يا انسي الله معي يلا لو سمعت اتحرق فضلي شو كل هالاحداث الغريبة هاي؟ شو هالسهرة فيها حب ودراما وسوسبنس؟ خبروني شو نعوي انت عامله هلا؟ شو بنا نعمل؟ هلا اول ما نروح ونوصل على البيت بدنا نحط راسنا ولنا قولي لك شي كلمة للبومة عدينة المشاعر والاحساس لكن الشباب راح يقضوا الليلة بالسجن بسببنا نحنا وهي ولا شي على بالا شو بديك؟ نعمل مشكلة ونفوت على الحبس ونسليهم آه عاجات فكرة ظريفة مشان الله انت سكتي وبلق افكارك الغبية بالنهاية خلاص صار الي صار بي رأيي انتو لازم ترجعوا على البيت هلا لانو ما فيكن تعملون شي اف يا الله شو هالحكي هات؟ يعني معقول نروح ونتركوا اللي حالهم بالسجن؟ يا ترى هلأ شو بيكونوا عمي عمي؟ والله يا زميل شكل الخانم طبعك ما لقى اقلي من حياة ابنه قالت انهم عاملين خرايط بيوش حبيبة وبده تشتكي انا عن جدة فاجأت وقت اللي حكيت طبعا ما فينا ننسى ياللي عملته حياة مشانك انا ما بعرف انه هي هيك وين كانت مخبية كل هالقوة هي احيانا الشغل اللي بيجبر الواحد يعمل هيك تصرف لك يا اخي شو علاقة الشغل بهالقصة؟ هاي البنت بشر كمان ايه والله هالصبايا ابا ضايات زي اذكر رح ياكل اتلة بالكنادي سكوت ايه لو ما اجوع المغفر ما كنا نحنا هون هلا شو بدنا نساوي هادا اللي صار؟ بجوز يعني انا بصراحة عن جد مفهمة هادا الشاب شو قوله مصلحة بهادا الموضوع؟ طالما انه معجب بحياة ليش لحتى يسرب صوركم للصحافة؟ لا لا مو هو مرام خانم الى مصلحة طيب جاوبني هاي الحركة ميفادة مو هي؟ لا يا اخي البنت اجت لعندي وبكيت قدامي معقول تكون هي اذا اهل زعلوا من الخبر يعني؟ عن جد بحياتك ما بتتعلم يا رمال الله يا زميل يعني ما بتعرف عن مين عم نحكي؟ اهي كمان زعلة من اللي انكتب لك اخي ما بتعرف مرامو حركاتك بالاخير بتلاقي شي طريقة لا تنفد اللي شفتن هادول دموع التمسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة